الوضوع ده يعني يهم جمهور النادي الأهلي بشكل كبير وهو ملف اللاعبين الأجانب في النادي الأهلي كيف يدهر ملف اللاعبين الأجانب؟ خلينا نقول إن النادي الأهلي في آخر 3-4 سنين سياسته اتغيرت بشكل كبير النادي الأهلي في اللاعب الأجانب أصبح بيجيب لعيبة من لفل 1 لو اللعيب اللي هيجي مش هيبقى أحسن من اللعيب اللي عندي النادي الأهلي ما بيجيبوش طب ناخد مع بعض واحدة كده كل الألعاب الجمعية ونشوف إيه اللي فيها ناخد كرة القدم مثلا عندنا طبعا معلول عندنا إليو ديانج باجيو عندنا طبعا أجاييه كل اللعيبة دي لعيبة منتخبات حتى شفنا في تصفيات أفريقيا كل اللعيبة شاركت حتى بدر بنون أيضا لعب منتخب كل اللعيبة دي شاركت مع منتخباتها أو بتشارك مع منتخباتنا منتخباتها الأفريقية وخلينا أقول لكم إنه ده بانج جامد في تصفيات بطولة أفريقيا اللي فاتت كل اللعيبة دي تم استدعاءها من منتخباتها أو أغلبهم كمان تم استدعاءها من منتخباتها حتى لو ما تمش استدعاءه الفترة دي كان موجود مع منتخب بلاده الفترة السابقة هو لعيب دولي وحتى في السيفي بتاعه لعيب دولي إذا النادي الأهلي في صفقات القرط القدم كانت بشكل كبير جدا لعيبة مش بشكل كبير هو ده الواقع لعيبة ليفل وان لعيبة جاية تتعمل فارق كان زمان بنشوف يمكن السياسة كانت غير كده ولكن السياسة تطورت كل ده عشان يلبي طموحات جمهور النادي الأهلي طب نروح على البسكت البسكت عن إيه أليكس يونج لعيب المحترف بصفوف النادي الأهلي دي صورة على فكرة بتجمع باجي مع أليكس يونج في تراك الكورة كانوا بيتمرنوا مع بعض لعيش مال طبعا أليكس يونج لعيب المحترف أليكس يونج لعيب كان بلعب في جامعة كبيرة جدا في أمريكا ولعب في الدور الروسي كذا مرة وبالملاسبة الدور الروسي من أقوى 3 دورهين في أوروبا دوري جامد جدا في كرة السلة فإذن أليكس يونج وبشهادة كل الناس من أحسن اللعيبة الأجانب اللي جوم مصر في الفترة يفات في كرة السلة هنروح على كرة السلة سيدات كايلة لعبت في الـ WNBA WNBA اللي هو Women NBA أقوى دوري محترفين سيدات في العالم لعبت فيه دي صورة طبعا لكايلة على فكرة كايلة خادت أحسن لعب ملهدات في بطولة القاهرة أرقامها مرعبة ما شاء الله أرقامها وإحصائياتها مرعبة أنا هقول لكم عليها إن شاء الله هي معانا على الهوى هقول لكم على الأرقام الحقيقة أرقام صعبة نسمحها من اللعيبة تانية نروح على كرة اليد هنشوف كرة اليد عندنا أسامة الجزيري لاعب من أحسن اللعيبة التوانسة لم يكن أحسنهم على الإطلاق في كرة اليد النادي أهل يتعاقد مع السنة دي وحتى الآن عامل فرق كبير جدا مع كرة اليد يمكن أقل مطش أو من المطشات كتيرة جدا يعني حط فيها 8 تجوان وده رقم كبير جدا هجوميا في كرة اليد هنروح على كرة اليد سيدات لأول مرة في التاريخ النادي الأهل يجيب محترفة سندس حشانا من أحسن اللعبات التونسيات في منتخب تونس زي ما أسامة الجزيري لعب منتخب تونس والترجي السابق أيضا سندس لعبة منتخب تونس ومن أحسن اللعبات في تونس وحتى الآن عامل الفرق من ممتمة تجوان كل مباراة إذن عامل الفرق هنروح على الكرة الطائرة كرة الطائرة عندنا رايموند اللعيب الكندي هو ده طبعا رايموند المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة الطائرة رجال لاعب منتخب كندا لاعب منتخب كندا لاعب دولي نفس الكلام بالنسبة للسيدات نتاليا اللعيبة المحترفة في صفوف الطائرة وده طبعا سيدات دي سورتها نتاليا لعبة منتخب البرازيل إذن زي ما احنا بنتكلم كده زي ما أنتوا شايفين أنا استعرضت معاكم بسرعة ملف اللعبين الأجانب هكذا يدار ملف اللعبين الأجانب في النادي الأهلي باحترافية عالية جدا وعايز أقول لكم أن حتى مدير التسويق في النادي الأهلي أمير توفيق بيبقى ليه دخل كبير جدا في صفقات كتير وحتى مش بس كرة القدم بيستميل استعانة به والتنصيق معاهم إدارة نشاط الرياضي كابترقوف عبدالقادر اللي بنقول له ربنا يشفيه طبعا ويرجعه بالسلامة أن الدنيا كلها بتدار كده أن اللعيب الأجنبي لو مش هيجي يعمل فرق طيب ده اللعيب الأجانب اللعيب المصريين نفس الكلام شرحه اللعيب المصريين اللعيب على مستوى عالي حتى في الباسكت في اليد أي صفقة بتيجي دلوقتي في الألعاب الجماعية أو كرة القدم صفقات من العيار التقيل والحقيقة دي السياسة النادي الأهلي في آخر سنتين ثلاثة وزي ما احنا شايفين الكرفي بيعلى وده كان لنا عكاس في النتائج الفرق الجماعية وإن شاء الله بإذن الله نتوقع الموسم ده يبقى موسم ناجح ويا رب يا رب نبتديه إن شاء الله مش نبتديه يبقى يعني زي ما بيقوله أحسن حاجة فيه إن شاء الله يوم الجمعة القادم بإذن الله لما نتوج يا رب يا رب بطولة أفريقيا بإذن الله